يعطيكم العافية طبعا اليوم الفيديو يا جماعة عن الرواتب في حال انت اشتغلت مثال انت ابضت راتب بروتو 2400 قديش بيرجع الناتو لك سوان عندك عائلة او ما عندك كلاسك واحد ولا كلاسك ثلاثة وسوان اذا راتبك 1800 قديش بدأ بتعرف الناتو انا كتير عم لاحظ على هالاسئلة عم تنطرح على المجموعات لهيك انا سويت هذا الفيديو وجبت لكم موقع اللي هو موقع الشركة الام للشركة اللي انا عم بشتغل فيها انا بشتغل بشركة البيا هي احد شركات بيالو وشركة بيالو عندها على الموقع عاملة مثل بروغرام لالها خاص فيها مشان تشوف قديش الراتب وقديش بروح منك ضرائب طبعا هلا بديش رح لكم اياه ضمن الفيديو رح نزلكون اياه وبحط لكم كمان الرابط تحت ضمن التعليقات وبوصف الفيديو بحط لكم اياه طبعا بس معلومة صغيرة بواحد عشرة بدأتبلش عروب تبديد شركات التأمين ونحن كشركتنا البيا في عنا موقع اسمه جونيستيك ستارتينج بنعمل فيه مقارنة اسعار وبنساعدك باختيار ارخص عرض للتأمين ابو واحد عشرة ان شاء الله بتبلش عروض التبديل لجميع الشركات وبتنزل اسعار حلوة اذا بتحبوا تواصلوا معنا انا والاخ احمد الحمصي كمان هلا بحط اسمه ورقمه ضمن البوست وهلا بترككم مع الفيديو طبعا اول ما تدخلوا على الموقع هي غير صفحة بدأتكون انا مباشرة حطيت لكم الواجهة وهلا بنزلكم الرابط ضمن الوصف تبع الفيديو بنزلكم الرابط ضمن التعليقات هلا بداية هاي واجهة الموقع تبع بيالو بندخل عند البروتو مثال بدنا نحط قديش عم نقبض مثال نحنا عم نقبض 2400 بروتو بالشهر هاي الموناتليش بنجي عالكلاسي شتوية تبعيتنا بنحط اذا انا عزابي ما لي متزوج بحط كلاسي واحد اما اذا انا متزوج بحط الكلاسي ثلاثة طبعا الفرق بيناتهم انه واحدة العزابي واحدة المتزوج وفي كلاسي خمسة اذا كان الزوجة والزوج عم يشتغلوا واحد منهم بياخد اثنين والتاني بياخد ثلاثة بيحطوا على كلاسي خمسة بس اغلب الناس عم تحط على ثلاثة وعلى واحد لان واحد منهم عم يشتغل هلا حطينا مثال انه متزوج على الكلاسي ثلاثة بنجي هون على خانة الكيندر انه في عنده اطفال ولا لا مثال انه عندي طفلين هاي ذكرنا انه موجود عنا طفلين هلا بنجي اللي بعدها الكنيسة الكيرشنشتوية مثال في المسيحية في منهم اللي عم يشتغل ويدفع ومسجل عن طريق الكنيسة بيدفع ضريبة للكنيسة اذا عم يدفع ضريبة للكنيسة بيحط يا اذا ما عم يدفع للكنيسة بيحط ناين بنجي علي بعدها اللي هو التأمين الصحي التأمين الصحي اذا كان على الدولة او بريفات نحنا بنحط اذا كان بريفات طبعا بده يحط المعلومات بس نحنا كلياتنا على الدولة بنجي علي الخانة اللي بعدها اللي هي انه انت عم تدفع راتب تقاعدي ولا لا طبعا كلياتنا عم ندفع تقاعدي ما بنحط الخيار ناين بنحط الخيار يا بنجي علي بعدها اللي هي تبع البطالة كلياتنا كمان عم ندفع لها بنترك الخيار يا بننزل علي بعدها انه في عندك اطفال اه فوق اللي 23 سنة اذا في اطفال بدك تحط يا اذا ما في اطفال تترك ناين بتجي علي بعدها اللي هي الى مكان انت عملك انت وين متواجد مثال انا متواجد اه بشمال الراين بنحطها بنعطي فيتا هاي هون بيعطيك كل التفاصيل تبع راتبك انت عم تقبط 2400 بروتو بيصلك لجيبتك صافي 1845 يورو طبعا هاي مفصل كل يورو وين عم يروح انت كمان عالموقع اذا فاتح فاتح عن طريق الجوجل كروم فيك الترجم الموقع في عندك هون خيار الالمانية وخيار العربية مثال هيا حطينا العربية بترجم لك انه الراتب وين رايح بين ضريبة الدخل والتأمين الصحي ورعاية التأمين وتأمين المعاشر التقاعدي والتأمين والتأمين الالزامي بيبقى عندك صافي الراتب اللي هو 1845 اذا نرجع للخطوة السابقة اللي هي هي كمان فيك تعربة وبتشوف كل شي بالعربي يعني الموقع عندك بيترجم وبيعطيك اياها نظامية مية بالمية واي استفسار حطوه ضمن التعليقات وبهيك بنكون خلصنا شرح هذا الفيديو وان شاء الله يكون نال اعجابكم واستفدتم منه ما بدنا منكن غير الدعاء وطبعا في فيديو ان شاء الله خلال هذا الاسبوع بدي ثورو اشتراك بالقناة اخوكم محمود